أهلا بحضراتكم من جديد ملف تاني مهم جدا وهو متعلق بكيف يفكر الأهل في الفترة القادمة والاستعداد لاستيناف التدريبات في ظل توقف كبير جدا حوالي 45 يوم لأن اللافت للنظر أن الأستاذ عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات قال أن كاس الرابطة هتفضل مستمرة حتى نهايتها في الأسبوع الأول من شهر فبراير حتى لو منتخبنا لقدر الله خرج مبكرا من كاس الأمم الإفريقية وبالتالي الدوري مش هيتلعب إلا بعد كاس الأمم الإفريقية طب في الفترة دي انت هتستعد إزاي؟ انت شايف كاس الرابطة مش هتبقى مناسبة ليك في ظل غياب عدد كبير جدا من اللاعبين فبالتالي كولر هيشتغل إزاي؟ في فترة أجازة لغاية 10 يناير أول تجمه هيكون 11 يناير هيكون فيه اجتماع لتحديد عدد المباريات الودية اللي هيخدها الأهل الفترة اللي جاية هل فيه عروض بإقامة معسكرات؟ لسه ما فيش حاجة رسمي والأهل لم يعلن أي شيء رسمي بخصوص الاستعداد للفترة اللي جاية هل فيه عروض معسكرات؟ هل فيه صفر خارج مصر؟ هل فيه إقامة تدريبات يومية في التتشي؟ إقامة مباريات الودية؟ كل ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية ولكن الجانب الثاني وهو المتعلق به طب انت في شهر يناير هتعمل ايه؟ عندك قيمة أكيد عايز تدعمها سواء على المستوى المحلي أو الافريقي لأن انت بعد ما ترجع من التوقف ده مش هتبدأ مشوار محلي هتلعب مباراتين مهمين جدا يحسموا مشوارك في البطولة دور الأبطال الافريقي هل هتكمل؟ ولا لقدر الله يكون في نتائج ممكن تعمل يعني ارتباك شوية في ترتيب المجموعة الرابعة هتلعب مبارات شباب الوزداد في الجزائر يوم 16 فبراير وبعدها بأسبوع هتسافر كماسي عندك مباراة مع مدياما الغاني في كماسي في غانا وبالتالي انتقالات يناير هيبقى فيها تدعمات مهمة جدا عشان تكمل المشوار الافريقي وست نقاط مهمة عشان تصدارة في المجموعة الرابعة ولكن وانت بتحضر للتدعمات والكلام الكتير اللي في السوشيال ميديا اكيد ادارة النادي الاهلي بعد الاجتماع مع كولر قبل سفره في اجازة في سويسرا تم تحديد ملامح الفترة اللي جاي مش هدخل في تفاصيلها لان احنا لازم لما نتكلم بنتكلم بناء على يعني اعلان رسم يعني احنا هنا ما ينفعش نكتهد الف ب رغم ان احنا عندنا معلومات ممكن لو قلناها يعني تبقى تريند دلوقتي على السوشيال ميديا والناس كلها تاخدها مننا وتبقى معلومات رسمية ولكن ما ينفعش نكتهد في تفاصيل زي دي وما ينفعش نعلن تفاصيل زي دي طالما الاهلي لم يعلنها بشكل رسم الجمهور ممكن يزعل لان الجمهور عايز يطمن عايز يعرف بيتجه لاماكن اخرى وبرامج اخرى ويسمع منها معلومات بس بعد الوقت بيتأكد ان 90% من اللي بيتقال برة مش هو الصح لكن احنا هنا ايه اللي نقدر نقوله والمتاح اللي احنا ممكن نتكلم عليه ان ملف الاعراض تحديدا لسه فيه كلام ملف الاعراض تحديدا لسه فيه كلام والتحاد الكورة مش موضح في اللايحة بتاعته ملف الاعراض ولكن نقدر نقول ان الملف ته تحديدا الاهلي عايز يشتغل عليه بشكل قانوني جدا في الفترة اللي جاية عشان لما يتعاقد مع لاعب وفريق هذا اللاعب عايز صفقات من الاهلي سواء على سبيل الاعراض او البيع النهائي يقدر الاهلي طبقا للاواح الفيفا يتعامل فيها بشكل سليم جدا فبالتالي ملف الاعراض لسه مفتوح ولسه فيه كلام واي صفقة الاهلي عيجبها مقابل هذه الصفقة فيها اعراض اكيد الاهلي عيشتغل فيها طبقا لتعليمات الفيفا لان اللي تم شرحه من الاتحاد المصري في الفترة السابقة في ملف الاعراض ما كانش صح بنسبة 100% ده جانب الجانب التاني الاهلي بيشتغل على كذا محور وكذا جانب وبيستغل ليحة شؤون اللاعبين طبقا لملف اللاعبين الاجانب عشان يقدر يدعم بيها فلما يجيب لعب اجنبي ليس من زوي الجنسية المصرية ولكن ممكن يكون اضافة للاهلي في جنسية اخرى لا يتم اعتمادها كلعب اجنبي الاهلي هيشتغل عليها متاحة الاهلي هيشتغل عليها اي حاجة متاحة طبقا للوايح الاهلي هيشتغل عليها مفيش سطر في الليحة الأهل ممكن هيستفيد منه وهيعديه فالناس بتشتغل الناس بتجتمع في مفاوضات جدة وفي تدعمات ويمكن خلال ساعات ممكن خلال أيام قبل سفر منتخبنا لكن أنا بأكد لكم انتقالات يناير مش هتعدي إلا ما يكون فيه تدعم قوي جدا للنادي الأهلي عشان استكمال الموسم وتحقيق نفس النجاحات وأمال وطموحات الجماهير زي ما الأهل حقق ده في عام 2023 الكتالوج انتو شفتوه في القلي بيشتغل ازاي فمحدش هيئ لا محدش هيئ لا وما تصدقوش الكلام اللي بيتقال في السوشيال ميديا وفي البرامج عن أسماء ممكن تكون مطروحة في فترة من الفترات ويجي يقولك قصة القلي مقدرش يجيبها لا هو الأهلي لا فكر فيها ولا تفاوض معها ولا وقع معها ولكن الناس بس عايزة ايه تعمل نسبة مشاهدات